لا يعني هو دلوقتي انت بتول رقم قياسي بعد الفوز على الاتحاد هو انت مش عايز تكمل عشان نشوف حنخرج من المسم ده عاملين ايه انت مواهل تعمل مجموعة من الارقام القياسية بعد الفوز على الاتحاد ولقطة الاحتفالية بمارسو الكولر الاهل وصل لتلاتين مباراة في الدورة يا جماعة بدون هزيمة الاهل لما بياخد الدور بياخدوا عن جدارة واستحقاق كاملين الاهل اتعرض كل حاجات صعوبات السنة دي وانا قلتلكم في بداية الموسم ده موسم استرداد المفقودات فقدت بطولة افريقيا السنة اللي فاتت ده الظروف بتاعة الفاينال والجواب وخب الجواب اللي حصل فيها اشتغلت بقوة واستردت هذا اللقب ورجعت الاميرة من المغرب من نفس الملعب اللي فقدت فيه الاميرة السنة اللي فاتت من نفس الفريق قدام نفس الفريق الكبير السنة دي تضيع منك بطولة الدورة في الموسمين الاخرين بتفاصيل كلكم فاكرينها كلكم فاكرينها يكون النتيجة ان انت ترد بالسنة دي اولا ترجع الدوري قبل نهايته بخمس اسابيع ما بيعملهاش الا الاهلي في مرات التتويق بتاعته وارقام قياسية ينافس بيها الاهلي نفسه تعارفين انه بعد الفوز على الاتحاد الاهلي وصل للمباراة تلاتين متتالية بدون هزيمة تساوى مع عاشر افضل سلسلة لا هزيمة لوف الدوري العاشرة كلهم للاهلي الاهلي لما ياخد الدرع تلاتة واربعين تقريبا تلات اضعاف اقرب منافسية نادي الزمالك الشقيق وحاصل جمع كل المنافسين في المسابقة في التاريخ ده رقم قياسي مش موجود على فكرة في كبريات البطولات العالمية في الدوريار الاهلي عنده عشر مرات قبل كده حقق فيها سلسلة التلاتين مباراة لا هزيمة اخرهم كانت مع مستر هيدوكوتي المجري بدأت من ابريل خمسة وسبعين الى اكتوبر ستة وسبعين ولعل من المفارقة العجيبة الغريبة انه الرقم بتاع هيدوكوتي من خمسة وسبعين لستة وسبعين شارك فيه كابتن محمود الخطيب كلاعب وهدف للفريق وتكون النتيجة انه الرقم لما يتحقق دلوقتي يكون محمود الخطيب هو رئيس النادي بص المفارقة الاهلوية بين الحدثين بص الرقم الاول لسه ما تحطامش الثلاثين مباراة اخر هزيمة كانت يوم واحد وثلاثين مارس خمسة وسبعين امام المصري قبل اخر مباراة في الدوري بدأت سلسلة الله هزيمة في الاسبوع الاخير من دوري اربعة وسبعين خمسة وسبعين بالفوز على الطيران تلاتة صف ثم تلاتة وعشرين مباراة في موسم خمسة وسبعين ستة وسبعين الرقم الحالي تلاتين مباراة بدأ بعد هزيمة الاهل امام الجيش بهدف يوم سبعة وعشرين اغسطس اتنين وعشرين بدأت بقى بالفوز على السيراميكا اربعة صفر يوم تلاتين اغسطس في اخر مباراة في الموسم الماضي اضافة الى تسعة وعشرين مباراة في دوري الموسم الحالي حتى وصلنا للرقم تلاتين تلاتين مباراة مرسل كولر الحقيقة واحد من اصحاب البصمات الكبيرة جدا في تاريخ الكرة الاهلوية يتوقع ان الراجل ده في حال استمراره وفي حال دعم الفريق وفي حال وجود كل العناصر المتكاملة والمساندة للفريق هيروح لارقام كبيرة اوي يا رب يا رب